نقل إياكم نتعرف على الموقف المروري في بغداد الحبيبة مع سيادة العميد محمد الزيدي ويا صباح الخير عليك شكرا صباح الأنوار حيدر صباح الخير عليك صباح الخير على كل مشاهديننا في يوم خميس يا ربي خير وسعادة وبركة نهاية أسبوع لكل العراقين إن شاء الله نعم نارو بأنه نهاية الأسبوع تكون شوال شوارخ يعني خفيفة نوعا ما وما بها زدحمات خلنتعرف على الموقف المروري في بغداد الحبيبة وأيضا هناك بعض الأسئلة توجه إلى دارة المرور العام نعم شكرا حيدر مراخن حيكم وحيكم المشاهدين صحيح دائما نهاية الأسبوع يعني حركة خفيفة لكن لازم أتطرك إلى يعني دقتين مهمة حيدر اليوم صعدت وزارة المالية أكو أعمال بصراحة فأكو تحويل سير أنا ما أسمي قطع لأنهم الأخوان وعدونا بالدعش يمكن يكون نفتح لهذا الطريق إذن حتى لا يتفاجأ السائق اليوم بالبيت يطلع يجي محافظات صعدت المالية أكو أعمال فتخلص خلال ساعة النقطة الثانية هي شارع الغزالية الرئيسي شارع الضغط المؤدي إلى موقع مرور الغزالية أيضا حيدر هذا بأعمال طبعا هذا رح يسمر 20 يوم وجهنا داوريات في الموقع رح يصير أيضا تحويل سير هذا هو فرعي بين الفروع لكن إحنا حتى ننقل الصورة واضحة لمشاهدنا الكريم من قناة عراقية أنتقل إلى الموقف الصباحي أكيد الكاميرا هذا يعني اليوم موقف جيد تقاطع بن حيان دائما أنا أسميه المعبر الرئيسي من ساحة الدلال إلى تقاطع بن حيان إلى السير القادم الإسكان السير النازل المطار المثنى الموقف جيد بالوقت الحاضر يعني خلال هذه الوقت هذا التقاطع الشارع الشيح حيدر الموقف جيد لكن دائما أنا أقول أنه هذه السكة اللي تخفف السير بها السيارات أكو مطب أكو طسة تحتاج لكن السير باتجاه براثة والسير جهة مطار المثنى الموقف جدا اعتياذي أيضا يعني يمكن ساحة الطلايع عفوا الفارس العربي الموقف جيد يعني السير اللي باتجاه الزوراء السير اللي جاء من المحكمة أكو كثافة السير تشتيت السير باتجاه الزيتون تعرف زيتون دائرك تطلع باتجاه ساحة النسور لكن أزم أنه بعد الداعش يصير كثافة باعتبار مدخل حارثية ومجمع الأطباء والحركة اللي يصير بي لا زلنا بساحة النسور طبعا ساحة النسور الخميس اليوم لموقف جدا اعتياذي حركة جدا اعتياذية لكن دائما حيث اللي يقولان يركاب والانزالي دي يصير بساحة النسور بسبب دارة الجنسية دي يسبب كثافة لكن هذا خسير يوم شهد كثافة غير اعتياذية من أم الطبو والنوصل إلى سرطة 75 العتبات المقدسة اللي يطالع خطار الإجازة يعني خميسنا هاتسبوع يشهد خسير كثافة من ساحة النسور صعودا ساحة عدن دائما اقولاني ممكن اكبر ساحة في الكار يعني مدينة سياحية تجارية الكاظمية فقد تصير كثافة المدخل فارغ لكن التجمع والتجمع دي يصير سبب وقوف الكيات واحنا نقول دائما يا اخواني ارجوكم هذه الكيات تأثر حركات المرور نعم يطلع حرج المرور لكن بعد نصف ساعة يرجعون وصير حركة حركة العاكن هي عموما كخميس ايضا السكة بتخفف السير سيارات دي سبب كثافة بالتقاطف انتقل الى الرصافة طبعا دائما الرصافة دائما اقولاني حيدر اكثر كثافة من الكرخ لكن اليوم ممكن موقف جيد نبدي بمدخل بغداد طبعا مدخل الامين لموقف اعتيادي ممكن اكو كثافة سير بيه باتجاه عن كبوتي وباتجاه دي سير بغداد الكبير اللي يشهد كثافة بالصباح الباكر يعني عطلة سيارة ما اثرتها كثير مرور زحناها برافعاتنا بسلوك الحاضر الموقف جيد مدخل رئيسي تقاطع ملعب الشعب احنا اكو كثافة بصراحة حيدر هذا التقاطع ايضا مهم انا اقول من يعبر من الطوارئ باتجاه الملعب الشعب الوزارتين الداخلية اه الشباب اكو مصف رافدين اكو موقع للمرور صار موجود بيه التقاطع بيه يعني قريب بملعب الشعب فهذا يصير كثافة لكن السيار اللي جاي دائما من اه مستشفى الطوارئ ويعني اذا يتسبب كثافة وتتعرف حركة يعني دائما مهمة بهذا التقاطع اه ساحة التحرير الموقف جدا اعتيادي رغم انه يوميا احنا طبعا اكو حملة تصير من ساعة تسعة الى ساعة دعاش بتحرير خلاني وثفة شورجة هذا خصير والاخوان في امارة فغداد مشكورين طبعا الوحدة اتزال التجاوزات اكو كثافة تصير بس بعد اثر على ساعة التحرير لكن كساحة الحمد لله مع جسر الجمهورية الموقف جدا اعتيادي بساعة التحرير ايضا يعني تقاطع ساحة كهرمانة اليوم الموقف جيد يعني يمكن الداخل والخارج بس السير اللي قادم دائما احنا نقول من البدات العلوية يشهد كثافة نرجع الى تقاطع المسوح كثافة نرجع الى تقاطع الوكالة يعني هذا خط السير دائما يشهد كثافة لانه يشتت السير من عقبة بس من يوصل الى يعني الكرادة الداخل وخارج يصير الموقف جدا اعتيادي اخر تقاطع يعني اليوم بالمناسبة هذا التقاطع هو مهم لانه هذا الاعمال منه حيدر هذا يمينا الصعدة هذه مسدودة اخواني باتجاه جامعة المستنصرية يعني اليوم هذا كان اخر تقاطع حتى نشرح عليه اليوم حيدر هذه الاعمال اليوم اثرت على السير اللي قادم من يعني هو بعد هذا صعدة جزارة المالية على اليمين فالسير تقريبا يعني ببطيء بهذا المكان لكن انا يعني اوجه ندال اخوان الموجودين بلوقت الحاضر الامانة ودوريات المرور يمكن بعد ساعة يمكن اعتقد بالدعش تقريبا راح ينفتح الطريق لكن حتى ننقل الصورة احنا لي مشاهدنا الكريم اخواني ترى اكو صعدة بيها اعمال وكثافة خلينا دوريات ودراجات ورافعات على طول السير لكن احنا تعرف من يصير قطع حتى من يصير كثافة وبطع سير بس بالدعش السير ان شاء الله صير تيادي احنا نتحمل هذا الازدحام حتى يكون الصعدة لانه مهمة جدا صار بيها تكسرات ويعني اعمال اخواني يعرفون امانة بغدان مرة اخرى اكيد حيدر يا رب نهاية اسبوع السعيد لكل مشاهديننا واحنا اكيد نحتاج تعاون امارة بغداد عمليات بغداد كل ذات العلاقة حتى يكون سير امد نعم سيد عميد يعني شكرا لانه عرفنا على الموقف المرور لكن هناك تسألات كثيرة وتعرف بينه الكثير من المواطنين بينه دائما ما يتابع الصفحات واغلب هذه الصفحات هي تكون مو حقيقية فلذلك صار لغض على قضية الهزة الخاصة بالسيارة البعض قال بانه توفرت البعض قال بانه توفرت وغيرها من الاشياء الاخرى اخر استحداثات وبخصوص هذه العملية الجديدة نعم يعني قرار جدا راقي هو ان اعتبره اليوم وبمصاف الدول يمكن الجوار والمتقدمة واقليم كردستان هذا هو الفحص الالكتروني اليوم وجد بصراحة حيدر حتى يعرف كل مشاهد المتابعين للحتم من الحوادث كثير من حوادث صارت بسبب عدم توفر شروط المتانة والامان واعطي مثال الاطارات مثلا ذا من الاطارات اذا كانت ممسوحة او منتهية حيدر وتتعرضها تصير حوادث قبل كم يوم خسر نحن مستعش عراقي مع الاسف بسبب انفجار الاطار ويعني تروح الى اللين الاخر ويصير التصادم يعني قصة قصة احنا نسميه لذلك اليوم واحدة من هذه الشروط المتانة الامان هي الاطارات والمحرك والدبلات وكل ما يتعلق بشروط ومتانة السيارة لذلك موجودة نعم في بغداد بلوقت الحاضر في الحسينية والتاجيات وكريم ملعب الشعب الموقع الجديد اللي افتتحها مع الوزير الداخلية لذلك اليوم هذه خطوة اعتبرها رائعة جدا اولا للحد من حوادث المرور واللحفاظ على حياة الانسان العراقي وهذا ما يهمنا احنا حياة الانسان هي اهم شيء السيارة حيقدر تتعوض لكن الانسان ما يعوض شكرا جزيلا لك سياتي العميد